السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكل إخواتي أهلا وسهلا بكم جميعا وتحية من قلبي تلمس قلوبكم الطهرة النقية بإذن الله تعالى تحياتي لكم جميعا كلكم على راس من فوق سبق واتكلمنا وقلنا إن إحنا لازم ننوع في الوصفات لشعرنا سواء كان شعر دهني أو جاف أو حتى شعر عادي لازم إحنا ننوع في الوصفات لشعرنا ليه؟ لأن ما ينفعش أخذ حاجة معينة وأستخدمها كروتين مدى الحياة أو كروتين الشهر ده أنا هستخدم كذا لا الشهر الجاي أنا هستخدم هستخدم نفس الوصفة ده ما ينفعش شعرك محتاج لكل شيء شعرك محتاج لجميع الأعشاب بمختلفها كلها ليه؟ لأن مثلا على سبيل المثال إن العشبة دي فيها ماغنيسيوم طب أنا شعري مثلا فيه ماغنيسيوم كتير بس أنا شعري ناقص حديد فهتلاقي إن العشبة التانية فيها نسبة حديد أعلى هتلاقي إن العشبة اللي بعدها لو أنا استخدمتها هتلاقيها مثلا فيها نسبة مانجنيس فبالتالي لازم أنوع فيه الوصفات ولازم أبدأ أخلي الشعر بتاعي يعتمد كل الغزاء لكل الأعشاب وكل الوصفات اللي أنا إيه بدي هينه طيب النهاردة أنا هعملك وصفة بخاخ سحري بخاخ معجزة بمعنى كلمة معجزة عشان يبدأ اللي هو يعمل لترتيب للشعر ويدي لمعانه في نفس الوقت يدي له قوة ويدي له سرعة في النميو إيه بخاخنا النهاردة أو إيه الحاجة المعجزة اللي إحنا هنبدأ نكونها من الأعشاب عشان تقدر تدينا معادن وفيتامينات وغزى كافي لشعرنا هنقول اللهم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا محمد نبينا واللهم اكرم كل من يضع ليك لنا اللهم أمين أول حاجة أنا لازم أنزل بيها هنا لما جي أعمل بخاخ ورق الغار فأنا أخذ ورق الغار وحطه معايا هنا ولق الغار معروف جدا اللي هو مرتب طبيعي للشعر وفي نفس الوقت بيحتفز هنا هو بنسبة بين المية فأنا لو خدته هيبدأ يرتب لي الشعر وفي نفس الوقت هيحد من عملية التقصف والتساقط فأنا خدت هنا ورق الغار للسبب دوت بعد كده أنا هاخد معايا هنا معلقة كبيرة معلقة كبيرة من الروزماري معلقة كبيرة من الروزماري أنا هاخد حطها معايا هنا وهنا الروزماري هو المسؤول الأول الثاني المسؤول الأول على اللي هو يزود لي نمو الشعر يعني يخلي الشعر كده ينمو بسرعة طول الشعر هو فين؟ في الروزماري ده جبار جدا في طول الشعر خدنا معانا لإيه؟ الروزماري بعد كده أنا هاخد معايا هنا هو حبة صغيرة جدا من إيه؟ يعني الحبة البركة أي الأول حبة السوداء هاخد معايا حبة صغيرة جدا طبعا حبة البركة غنية جدا على التعريف جمدة جدا في عملية إيه؟ يعني اللي بتلعب لعب قوي جدا في مينمين للشعر اللي تصحيح المينمين في الشعر كمان بتقضي على القشرة كمان بتخلي بتدي صحة صحة ولمعان للشعراية اللي فتنت الشعر ذات نفسها طيب بعد كده قلنا إن طالما أنا هعمل أي وصفة للشعر فأنا محتاج مثلا يعني حاجة اللي هي تبدأ اللي هي تعمل لي على تدفق الدورة الدمون في الشعر فإيه هي الحاجة القوية دي اللي هو اللي هي القرنفل أنا أخد 3-4 حبات أحطهم معايا هنا بعد كده أنا عايز بقى إيه؟ أمنع التساقط يعني أقوي عملية منع التساقط وفي نفس الوقت أبدأ إيه؟ في عملية إيه؟ في عملية إن أنا أعطر الشعر واددله لمعان فأنا أخد معايا هنا إيه؟ نص معلقة من الإرفة أهو نص معلقة من الإرفة الإرفة مهمة جدا فيه يعني لتقوية الشعر لمنع التساقط مهمة جدا لشعرك قوعي ما تستغلهاش هناخد كل الكلام ده هنبدأ اللي إحنا نديله غلوة بسيطة على نار هادية كده ونرجع أقولك إحنا هنعمل إيه؟ بالتفصيل كده إحنا طلعناه وطلع معانا بالحلويات اللي إنتوا شايفينها ديت والبقايا بتاعته ديت هنعمل بيهم إيه؟ هقولك دي الوقت نركن ده كده على جنب وهنجيب ده كده البخاخ بتاعنا ريحته فضيعة جدا ريحته خرافية حلوة جدا 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 طيب هنعمل إيه بقى؟ لو إحنا حابين نحط عليهم شامبو أو نحط معهم معلقة شامبو ونخسل بهم شعرنا كده ويبقى حاجة عشرة على عشرة طيب لو إحنا حبينا نستخدم البخاخ ده على فروة الراس وعلى الشعر بالكامل يديره ترتيبه ونعومة هيبقى معاك حاجة كويسة جدا وحاجة حلوة جدا منع التساقط يعني لمعان للشعر ترتيب حاجة فوق الخيال يبقى أنت كده ديكي الاستخدامين لو استخدمته على بخاخ على مدار اليوم بالكامل تبدأ ترش على فروة الراس كده وعلى الجزور وهيبقى معاك عشرة على عشرة طيب كده إحنا خلصنا البخاخ المعجزة بتاعنا اللي فعلا ده ملوش حل هنعمل إيه بدول؟ هنرميهم؟ لا ده إحنا صرفين ومكلفين يعني حاجة يعني صرفين صرف جامد جدا معلقة ومعلقة ومعلقة حاجة يعني رهيبة جدا طيب وإحنا تعلمنا في الفيديو اللي فات إعادة تدوير بقايا الأعشاب شايفين دي؟ إعادة تدوير بقايا الأعشاب هنعملهم إزاي بقى؟ أول حاجة كده أنا أخذ دول كده وحطوهم في الشمس كده لحد لما ينشفوا أجي بعد كده أروح طحنهم وأبدأ بقا أعمل حنة أحط معاه مثلا على سبيل المثال ممكن أجيب معلقة نشا وأعمل معلقة نشا مصكي نشا وأروح وأخذ كل الكلام ده حطاهم كده على الرأس كده وغوط على فروة الرأس وأبدأ أغطي فروة الرأس بيهم كلهم عشان يبدأ يغز فروة الرأس يبقى أنت كده عملت حاجة حلوة عايزة تحط معاهم مثلا بعد ما تطحنهم تحط معلقة زيت وتبدأ مثلا تاخديهم كده هو وتحط على الفراغات برضو ما فيش مشكلة معاك كده اختيار والأفضل إلا أنا لإما أحط مثلا معاهم معلقة نشا أو وأنا بعمل الحنة أبدأ أحط ده معاهم تحتفظ به في التلاجة هيبقى معاك عشرة على عشرة عايزة تستخدميه تاني يوم تالت يوم ما فيش مشكلة استخدميه ده كنز أوعي في حياتك ترميه تحياتي ليكم أتمنى لنا أكون أفتكوكم بإذن الله شكرا لكم وتحية من قلبي ليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر